طيب هنا بيتكلم لكم اول شي بسم الله الرحمن الرحيم هنا بيتكلم لكم عن الهيومن هاي اش تركيبها وتقريبا يعني اش التشريح حقها فهو الكلام هنا اش نظري فاحفظوه يعني فهو هنا بيقول لكم The eye pool is a ball in shape with a diameter about 2.3 cm فبالمتر طبعا هيكون الديامتر للعين اللي هو اش 0.02 متر طيب هنا برضو يقول لكم The shape and the focal length of the crystalline lengths are controlled by the celery celery muscles يعني رجعكم سؤال في الاختبار وقال لكم اش وظيفة celery muscles هيكون الجواب انه هو كنترول الشيب and the focal age and the focal length تقريبا كل كل كلام نبري هنا بيقول لكم If the celery muscles are relaxed the flank surface of the lens is kept relatively flat and light from distance object is focused on the retina يعني بيقول لكم انه celery muscles لما بيحصل لها relax امام العدسة بتبقى في light والضوء اللي بيجي من الارسامة البعيدة بيتجمع او بيكون امام الشبكية طيب هنا في عندكم وظيفة اللي هي ايش وظيفة الكريستلاين لنس ان شاء الله كده واضح شايفين هذي هذي هي الكريستلاين لنس ايش وظيفتها وظيفتها انها هي provide the correct adjustment to see different distance يعني بالعربي هي اللي تخليكم تشوفوا الاجسام بمسافات مختلفة يعني تشوفوا الشيء القريب منكم وتشوفوا الشيء البعيد منكم فاللي بيعطينا القدرة على هذا الشيء اللي هو الكريستلاين لنس طيب عندنا كمان هنا اللي هو البؤبو اللي هي في موجودة اللي موجودة هنا تمام والبيوفل اللي هي تخلينا نتحكم في كمية الضوء اللي تدخل في العين بالانجليزي control amount of the light فتقريبا الكلام كله ايش كله حبس بالتوفيق طيب هنا بيقول لكم بيقول لكم the ability of the length to adjust the focal length تمام يعني ايضا لو ممكن يجيكم سؤال في الاختبار يقول لكم ايا مما يلي تعريف the ability of the length to adjust the focal length هتقولولو اللي هو ايش the accumulation تمام طيب 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 بيتكلم لكم هنا عن power of accumulation of the eye بيقول لكم is the maximum variation of its power for focusing on near and distance object تقريبا هذا كله ايش كلام نبري يعني فمهم انكم تفهموه وتعرفوه طيب طيب هنا بيقول لكم يساوي the accumulation بيئن شرطة ناقص بيئن هذه تعني قوة العين للارسام القريبة يعني ان الجسم قريب مني كم قوة عيني الطبيعية عشان ارى الجسم القريب فبالانجليزي اللي هو power of lens for near object طبعا هذا الكلام مهم تعرفوه لكن مهم تعرفوا الرموز هذه ايش تدل عشان لما انتجوا تحلوا المسألة لكن ما احتاجي يسألكم الرمز هذا ايشين لي طيب فانتو مهم تعرفوا الرمز بس عشان تعرفوا تحلوا لما تجيكم مسألة طيب في البيئن شرطة معناتها زي ما قلنا قوة العين السليمة لرؤية الاجسام القريبة تمام فبتكون ايش اربعة وخمسين البيئن شرطة معناتها نفس الكلام بس اللهم الاجسام البعيدة يعني قوة العين السليمة ايش يعني لا السليمة يعني اللي ما عندهم قسر نظار اللي ما عندهم طول نظر هذي معناتها كلمة السليمة فبتكون خمسين فان عشان اطلع على الاكيوميدياشن بالنقص نقص خمسين بعطينا ايش الاكيوميدياشن الاكيوميدياشن اللي الاشخاص الطبيعيين هو انا بيقول لكم الاكيوميدياشن للاشخاص الطبيعيين البالغين بيكون اه اربعة دايوبيترز طيب و بي ان شرطة الاكيوميدياشن قانونها بي ان شرطة نقص بي اف شرطة بس عشان نميز لنفسنا الشرطة هذي مهمة يعني عشان نرف انه ايش للاصحاء لانه في ناس تاني عيونهم هي يعني سليمة اه فالاكيوميدياشن حقهم بيتغير البيئة حقتهم بتتغير البيئة حقهم بيتغير فانحنا هنا جالسين نتكنن بس على العينة الطبيعية السليمة تمام فانميز اه لاشخاص السليمين نحط ايش الشرطة وعشان ما تنسوها في مثل يقول ايش اه الصحة تاج على رؤوس اه الصحة فايش يعني لا تنسو الشرطة هذي مهمة هنا بيقول لكم الاكيوميدياشن للاشخاص يعني او الاطفال بيكون كبير الاكيوميدياشن حق عينهم بيكون كبير وفي المسنين او كبار السن الاكيوميدياشن بيكون اه اقل او بيقل يعني طيب بتكلم لكم هنا انا النورمال فيجين بيقول لكم البيئة شرطة تساوي اربعة وخمسين وهذه المعلومة قلناها قبل كده البيئة اه شرطة بيكون ايش خمسين ايضا للعين السليمة طيب الاكس اف هذي ليه الاكس اف نددول يعني المسافة يعني قلدي ايش العين الطبيعية تقدر تشوف مسافة لجسم البعيد تقدر تشوف لما لا نهاية كلها ايش؟ للعين السليمة الطبيعية. فاحفظوا المعلومات هادي احفظوها كويس. العين الطبيعية كمال بن حقها كمال xn كمال xf كمال bf. فهادي المعلومات جدا مهمة واحفظوا قانون الاكيوميديشن اللي هو الاي تساوي بن شرطة ناقص ال bf شرطة.